لكل جمهور النادي الأهلي مستني هذه القرارات من خلال طبعا أستاذ شريف بؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي اتفضل أستاذ شريف كل التحية لحضراتكم مشاهدين الكرام عبر قناة النادي الأهلي التحية لزميري العزيز أمير الهشام ولضيفي الكريم في الستوديو كابتن أحمد سامي وبنشكركم على الاهتمام والمتابعة الدقيقة الخاصة باجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي المتولية الحقيقة واجتماعات الكابتن محمود الخطيب أيضا بصفة رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بشؤون كرة القدم الحقيقة أن الاجتماع ربما يكون مستمر حتى اللحظة أو في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الكابتن محمود الخطيب إلى مطار القاهرة مباشرة لتبدأ رحلاته العلاجية التي نتمنى أن يعود منها سالما غانما بإذن الله الحقيقة حضراتكم عارفين أن هذه رحلة عفوا هذه جلسة مستمرة جلسة المجلس الإدارة مستمرة كانت آخر جلسة عقدت فيه هذا الاجتماع يوم الخميس الماضي وصدر عنها مجموعة من القرارات كان أبرزها ضم الأستاذ هيثم عرابي إلى لجنة التعاقدات اليوم أيضا وبعد مشاورات الحقيقة مكثفة أجراها الكابتن محمود الخطيب على مدى الساعة خلال 48 ساعة الماضية صدر قرار عرضوا على مجلس الإدارة للاعتماد والموفقة متعلق بتكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم على أن يقدم تقرير للكابتن محمود الخطيب فيه خلال أسبوع خاص بالترشحات في إدارات القطاعات المختلفة يعني إن شاء الله نتمنى أن الكابتن يقوم بالسلامة من العملية جراحية التي يجريها صباح يوم لاثنين بعد غد في فترة النقاها سيتابع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ترشحاته ورؤيته لقطاع كرة القدم وأي إدارات محتاجة إلى تدعيم كان هذا هو القرار الوحيد المتعلق بقطاع كرة القدم التي تخذ اليوم نظرا لضيق الوقت طبعا الممنوح لفكرة المفاوضات والإجراء المباحثات المختلفة واستطلاع الأراء والاستعانة بأبناء النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ عنده تجربة إدارية مهمة جدا في قطاع كرة القدم كمدير كرة بيتمتع الحقيقة بمميزات مهمة جدا وواحد من أفضل من شغلوا هذا المنصب كابتن محمود الخطيب ارتقى أن يستعين به لهيكلة هذا القطاع وتقديم تصوراته ثم العرض عليه وبالتالي كابتن محمود الخطيب سيناقش كابتن سيد خلال الأسبوع الجاري إن شاء الله في ترشحاته وفي رؤيته وفي تصوره ثم يعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بهذا الإلشاء مجلس الإدارة كان في مجموعة من القرارات الإدارية تجهيز للجمعية تمت الموافقة على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات في البطورة العربية المقرر إقامتها في القاهرة في يناير المقبل تحديدا 15 يناير 2019 إلى 4 فبراير العام الجاري إن شاء الله في أيضا قاعد جنباز خاصة بالأولاد أو صالة كبيرة ستم إنشاءها هنقول لحضراتكم على تفاصيلها بمجرد أن تتضح المعالم بإذن الله لأن المجلس الحقيقة بيعمل على مجموعة من الملفات في كل الاتجاهات سواء إنشاءات تطوير رعاية الفرع الجديد في التجمع الخامس واللي قلنا لحضراتكم يوم الخميس الماضي إنه هيفتح 1 ديسمبر إن شاء الله المقبل 2018 وهتكون قيمة العضوية 200 ألف جني ده بعد إقرار هذا الكلام واعتماده من الجامعة العمية المقبلة إن شاء الله والشيخ زايد زاد قيمة العضوية فيه من 125 إلى 175 ألف وسيتم تفايل هذا القرار بعد اجتماع الجامعة العمية على طول أما العضوية العامة والعملة الخاصة بكل الفروع بالجزيرة تحديدا ومدية نصر وباقي الفروع فسيتم رفعها إلى 500 ألف جنيه لكن تفايل هذا القرار يبدأ في 1 فبراير سنة 2019 بنشكر حضراتكم وده كانت رسالة تطمينات سريعة كابتن محمود الخطيب موجود في النادي من 10 صباحا وحتى اللحظة سيغادر إلى مطار القاهرة مباشرة ما عندهش وقت يروح البيت يصل إلى إن شاء الله هانوفر صباح غد أو ظهر غد للتجهيز للعملية الجراحية التي يجريها بعد غد يوم الاثنين إن شاء الله تمنياتنا له بمفور الصحة وتمام الشفاء وللنادي الأهلي بكل تقدم وازدهار بإذن الله بشكر حضراتكم شكرا جزيلا